زمير رابح فلالي من ميشيغن معه المزيد إليك رابح بل فعل محمود يمكن الإشارة إلى أن ميشيغن ومنذ الأسبوع الماضي أي مباشرة في أعقاب تلتاء الكبير شكلت المشهد الحقيقي في الصراع الانتخاب الديمقراطي الذي تحول الآن إلى صراع القطبين بين قطب الداعم لنائب الرئيس السابق جو بايدن والمرشح الآخر بيرني ساندرس خاصة في ظل تلك النتائج التي كانت قد ظهرت في تلتاء الكبير فبالنسبة لكلاي المرشحين الآن أن ميشيغن تشكل نقطة الفصل بالنسبة لبايدن الفوز هنا في ميشيغن وهو المتقدم في مجموع استطلاعات الرأي المحلية حتى الآن بفارق لا يبدو كبيرا أنه بالنسبة إليه أن الفوز هنا في ميشيغن وبما تعنيه للحزب الديمقراطي كولاية منتأرجحة عادة في الانتخابات سواء المحلية أو العامة الأمريكية وبما تعنيه بنسبة للديمقراطيين خاصة بالنظر لتلك الخسارة التي كانت قد حدثت هنا في انتخابات العام 2016 فبالنسبة لبايدن الفوز هنا هو إعادة تأكيد لتلك النتائج التي كان قد حققها في التلتاء الكبير وتعميق الفارق على مستوى عدد المندوبين بينه وبين المنافس المباشر بيرني ساندرس بالنسبة لبيرني ساندرس وهو كما يقول الناشطون في حملته أن خسارة أخرى هنا في ميشيغن سوف تكون مؤلمة لحملته لكنهم يؤكدون مقابل ذلك أنهم مستمرون في حملتهم مستمرون بأن الحملة لن تتأثر أي كانت النتيجة هنا في ميشيغن وأنهم ماضون على مستوى الانتخابات التمهيدية إلى غاية محطتها الأخيرة لذلك الفوز والنتائج التي سوف تفرزها الساعات القادمة هنا في ميشيغن سوف تكون إما تأكيدا لانتصارات بايدن الأخيرة أو إعادة لإطلاق ودفع الحماس مجددا في حملت بيرني ساندرس رابح 2016 ما بين هيلري كلينتون وساندرنز لمن كانت ميشيغن ميشيغن كانت جمهورية في الانتخابات الأخيرة لصالح الرئيس الحالي لا أنا أعني في الانتخابات التمهيدية لم يتعدى للحزب الديمقراطي التمهيدية كان شيء آخر كانت لصالح ساندرس الذي شكل مفاجأة في ذلك الوقت وكانت مؤشرة بالنسبة للكثيرين حينها على أن حملة كلينتون في تلك المرحلة كانت تشكل تحدي حقيقي على أساس أن ميشيغن في الأصل هي قاعدة واسعة للديمقراطيين إضافة إلى أنها هي جزء مما يعرف بالحزام الصناعي الحزام الصناعي الذي يضم ولايات أمريكية ثلاثة التي يتواجد بها عدد كبير من القواعد العمالية والنقابات المهنية بالإضافة إلى ميشيغن هناك ويسكنسون وبلسنفينيا الخسارة هنا كانت تحمل الكثير من المؤشرات بالنسبة لحملة كلينتون في تلك المرحلة محمود العرب أيضا عامل مهم في ولاية ميشيغن جدا جدا محمود جدا الصوت العربي هنا بات صوتا حاسما بالنظر إلى أن التركيبة السكانية لهذه الولاية هي تتوزع بين الأغلبية البيضاء التي توجد في شمال الولاية إضافة إلى الأقليتين الأمريكية والعربية والمسلمة هنا في ميشيغن لكن العادة أن الأقلية العربية المسلمة الآن هنا في هذه الولاية أصبحت هي العنصر الحاسم في هذه الانتخابات في أكثر من مناسبة الآن المختصون هنا والمحللون وحتى الناشطون في الحزب الديمقراطي أصبحوا الآن يقولون لا يمكن لأي مرشح سأقول لك لماذا لأنه هناك قواعد تقليدية للحزب للحزب الديمقراطي في هذه الولاية العرب الأمريكيون هم جزء حاسم لأنهم عادة لا يصوتون لولي سياسي محدد أزرق أو أحمر للحديث بقية لكنهم عادة هم من يحسمون هذا السباق بصورة عامة شكرا رابط فلالي من ميشيغن شكرا رابط فلالي من ميشيغن